بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته أسمى آيات التهاني والتبركات أرفعها إلى مقام سيدي صاحب العصر والزمان الإمام المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء وإلى مراجعنا العظام وإلى علمائنا الأعلام ولكم أيها الحضور الكرام بمناسبة ذكرى ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ويسرني أن أقف أمامكم لأقدم لكم لمحة بسيطة عنه عليه السلام هو الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ولد في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثالثة للهجرة أبوه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمه الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخوه الشهيد الإمام الحسين بن علي عليه السلام وجده النبي الأكرم الرسول الأعظم وعاش معه حوالي سبع سنين سماه جده النبي حسنا بعد أن نزل عليه الوحي بتسميته وأمر بختانه يوم السابع لولادته وتصدق عنه القابر الطيب والتقي والزكي والولي والصبط والمجتبى كنيته أبوه محمد وهو مع أخيه الحسين سيدة شباب أهل الجنة وهو أحد إثنين إن حصرت بهما سلالة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وهو أحد الأربعة الذي باهل بهم النبي الكريم نصارى نجران وهو من أصحاب الطهر الذين نزلت بهم الآية الكريمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ومن الذين أمر الله تعالى بمودتهم حيث قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموذة في القربة قال فيه النبي الكريم وفي أخيه الشهيد الحسين اللهم أني أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما واروي عن النبي أنه قال أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسين فله جرأتي وجودي أرث الكرم والعلم والأخلاق الفاضلة من بيت النبوة والإمامة والتضحية في سبيل الله والصلابة في الحق وحب الفقراء عرف عن التواضع ومشاركته الأكل البسيط مع الفقراء ويدعوهم إلى بيته ويقدم لهم الطعام بيده وكان الإمام الحسن يفضل أن يكتب له المحتاجون حاجاتهم في ورقة فسئل عن ذلك فأجابهم إني لا أريد للسائلين أن يريقوا ما أوجوههم ليحفظ كرامتهم ومن كرمه أن جماعة من الأنصار أرادوا بيع بستان لهم فاشتراه وبعد مدة أصيبوا بضائق مالية شديدة فرده لهم بدون مقابل تعرض للسب من رجل من أهل الشام خدعه المجرم معاوية بن أبي سفيان فابتسم الإمام في وجهه وقال له بأسلوب هادئ أظنك غريبا فلو أنك سألتنا أعطيناك ولو استرشدتنا أرشدناك وإن كنت جائعا أطعمناك وإن كنت محتاجا أغنيناك أو طريدا آويناك حتى خجل الشامي وطلب العقو اشترك في كثير من الفتوحات الإسلامية أيام الخلفاء الثلاثة ساند الصحابي أبا ذر عندما هجره عثمان من المدينة اشترك في حروب أبي علي بن أبي طالب عليه السلام ابتدأت خلافته وإمامته صبيحة صبيحة اليوم الذي توفي فيه والده في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام أربعين هجرية فقد الصلحة مع معاوية بن أبي سفيان وكان من بنود الصلح أن يتوقف معاوية عن اعتقال محبي الإمام علي وأتباعه وأن يعهد بالحكم إلى الحسن بعد وفاته وإلا يرث ابنه الحكم ولا يسمي نفسه أمير المؤمنين وأن يؤمن أصحاب علي على أرواحهم ولكن معاوية كعادته نقضى المعاهدة قائلا في اجتماع عام أن كل شرط أعطيته للحسن ابن علي فهو تحت قدمي هاتين عاد إلى المدينة تاركا العراق من أولاده القاسم وعبد الله استشهدا مع عمهما الإمام الحسين في كربلاء وجرح ابنه الثالث الحسن المثنى ومن الذرية الحسنية والحسن الأنور والد السيدة نفيسة ذات المقام المعروف بالقاهرة قتله معاوية بالسوم عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعة ابن قيس بعد أن وعدها بتزويجها من ابنها يزيد ومئة ألف درهام ولم يفي بعهده كالعادة وذلك يوم سبع صفر عام خمسين هجرية ودفن في مقبرة البقيع بالقرب من جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة بعد أن منع من دفنه بجواز جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول الأخبار هدم قبره في اليوم الثامن من شوال 1346 هجرية المصادف 33928 ميلادية مع قبور الأئمة الآخرين الإمام زين العابدين علي بن الحسين وأبنه الإمام محمد الباقر وأبنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام اللهم ارزقنا في الدنيا معرفته واتباعه وزيارته وفي الآخرة شفاعته وجواره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خدا